انا شايف انا وسامع ان الناس كلها يعني انا كل ما بسمع حد يقولي المباراة هنا في المتناول هنا في المتناول هل ده يسبب للعبين سهولة جواية انا كلاعب بقى في المنتخب اكيد بسمع واكيد بقرة بشوف عدل عبد الرحمن بشوف اسلام بشوف محمد بشوف علي بشوف كل المحللين اللي موجودين انا تقريبا معظم الناس مجتمع على هذا الامر معظم المحللين الكبار في كرة القدم مجتمعين ان منتخب مصر قادر على هل ده بالنسبة للعيبة شيء سلبي او ايجابي والله انت بتتكلم كلام مصبوط لا واللعيبة ما عندهاش كبرة احنا مصر ومع احترامي انت بتلعب ليبيا مش بتلعب كودفوار مش بتلعب الكاميرون مش بتلعب ناجيريا مع احترامي مع فرقة ليبيا فرقة ليبيا فرقة كويسة او مقدية تصفيات كويسة لكن لما انت تجد تتكلم هو المتصدر اه لكن انت بتتكلم على طفرة سنة طفرة تصفيات لكن انا بكلمك لما تيجي نتكلم في ملعبك هنا المفترض أنت لو ما قدرتش تكسب وتكسب كويس يبقى من الأحسن مطلعش كاس العالم يبقى ما تستهلش أنك أنت تروح التصبيات ولكن أريد أن أرجع لحاجة مهمة في المبارياتين المفترض أن تتكلم من أسف تتكلم عن المبارياتين أنا مش هادر أفصلهم لأنه تلات أيامة ولأنني كمان أنت بتلعب واحد شوط هنا وواحد شوط هناك يعني اللي هو أنت بتدي الأوقات يعني هقول لك حاجة قالوا أنه أفشا ومحمد شريف عشان هم أوفرتنينج قالوا كده صح أو لا حاجة كده هو كابتن هو الجمعة طلع على هذا الكلام لا بس يعني كابتن هو الجمعة اللي قاله ده المدرب اللي قاله له يعني أنا فاهم أنا فاهم تماما لكن برضو لازم يعرفوا أن أوفرتنينج محدش يعرف يجيبه اللي بتحليل خاص وهم عم تعملش في المنتقب لأنك أنت بتاخد تحليل ده بتعمله حوالي من 12 ل 13 يوم في تمرين آه يعني يعني لأ أنت أمفت تجيبه كلام ده يقوله لهم هم مش ما يقوله لناش إحنا هو الموضوع أنك أنت لما تيجي تكتشف أن أفشا أوفرتنينج أو أو شريف تماما سليا لعب أكتر من أفشا وشريف في بطلات أفريكيا والسنة اللي فاتت دي كلها لعب أكتر هنتكلم على الوظيفة بتاعة الملعب ده أنا مش عاوز أتدخل أنا دايما ما بحبش أتدخل في اختيارات المدرب ولكن ما تقوليش حاجة غلط أوكي قول حاجة صح أنا مش عاوزه فنيا أو أنا مش عاوز أخده لكن ما تقوليش أنه عشان هو مجهد ومفيش حاجة اسمها مجهد لأن كل اللعيبة زي بعض أنت في آخر السنة أنت مش في غص السنة أنت خلاص في آخر السنة وبتنهي عشان تروح لسنة أخرى الحاجة التانية أنت لما تكون لعيب مهم زي محمد شريف هداف كرة بتحبه أخي بتجاب لك إجوان فأنا بأتكلم منك أنت ما تاخدوش لعبه 90 دقيقة حطه جنبك هيخافه منه هيخافه منه عشان كده بقولك يعني إيه الشفافية أنك أنت ما تاخدش محمد شريف وقفش يعني أنت بتاخد 24 و 25 لعيب أنت مش بتاخد 16 لعيب 17 أو سكور بس لا هو بس أنا أنا زعلت من الحتة دي أنك أنت يعني ما احترمتوش عقلنا شوي أنه لا ده أوفر تنجو وعملنا اختبارات ومنا فيش كلام من ده يعني في التدريب وأنا أتحدى أي حد ويجي لي أي حد في الكرة أنك أنت تكتشف لي أن اللعيب ده عنده أوفر ترينج أو بالمعنى الأصح يعني عنده إجهاد إجهاد إيه أنت لو تكلمت على لعيبة تانية سيحنا طول السنة بنتكلم على إجهاد النادي الأهلي وأن لعيبة النادي الأهلي عندها إجهاد طول السنة عشان بيلعبوا مباراكل لتلات يام وعندهم صفر كتير وكذا 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 أعتقد اللاجد موجود أكيد أيمن أشرف موجود محمد الشناوي موجود لأ أكرم توفيق ما أنا بقول لك موجود كانوا بيلعبوا تلات يام ودولا لعبة أساسيا عندك أنا أنا إلي خلاني بتكلم كده لأنه أنا بزعل أنك أنت تيجي واحد ممكن أستخدمه دقيقة أستخدمه عشر دقايق أستخدمه ربع ساعة أفشا ممكن تستخدمه في الملعب الترتاني اللي هناك كويس قوي مش هتلاقي حد بيمسك الكور عندك في الملعب اللي هناك أنت لازم تدور على لعيبة زي أفشا يلعبوا المباراة التانية مهول مدرب يعني أنت كلها أطلعت حضرك على التصريح اللي طلع آه طبعا لكن قول أنا مش عايزه أنا مش عايزه إيه وعد طلع تصريح بكده لأنك أنت لو طلعت تصريح بكده أنت بتضحك عن الناس اللي عندك هتضحك عليهم هم لكن مش تقدر تضحك علينا إحنا إحنا مدربين وشايفين وشغل معنا أحسن مدربين أحمال في العالم وأحسن أجهزة ونكنت شغل مع رجل اسمه ورناد دم أسباني عنده أجمد أجهزة في الدنيا ويقدر يكتشف لي أن ده أوفرتنينج أو أنفيت والحاجات الكتيرة دي لكن ما تجيش تقول لي أن ده أوفرتنينج طبعا أنت لو كلمت على لو أنت جيت عملت اختبارات لجماعة اللعيبة لعيبة النادي الأهل كلها كان لازم أوفرتنينج ليه؟ لأن لعيبة النادي الأهل كلها أكتر لفرقة لعبت مبارات كتيرة مزبوط التحاليل نفسها لو أنت عملت التحاليل اللي أنت بتتكلم عليها كان لازم تمشي كل لعيبة النادي الأهل سهيا العملية أنا يعني أنا استغربت شوية وزعلت علشان عندك المبارات تانية احنا عندنا آخر فرصة لنا في ليبيا المبارات أنت لازم على الأقل تكسب هنا وتتعادل هناك ده على الأقل أي يعني أقل التجدير نعم